اهلا بكل حضراتكم في ثاني وآخر فقرات الحوارية في حلقة النهاردة من عشر الصبح بالأهل وزي ما كنا بنقول لكم في مقدمة حلقة النهاردة طبعا وأكيد زي ما حضراتكم تابعتم بالأمس منتخب مصر حقق أفوز مستحق على منتخب الأردن بثلاثية ولا أروع ليصعد بالتالي للدور قبل النهائي في بطولة كأس العرب ويلاقي منتخب تونس القوي هنتكلم عن الرؤية الفنية للمباراة وهنتكلم عن الأداء وعن النتائج وأكيد برضو هنمر كده على لقاء تم بالأمس تعادل النادي الأهلي أمام طلاقع الجيش أمس بهدف لكل فريف لقاء ودي جامعة ما بينهم كل الملفاتي هنتكلم فيها مع كابتال شريف عبد المنعم اللي منورنا النهاردة نجم النادي الأهلي الصباح الكل على حضرتك وأهلا بيك يا صباح الفول الصباح والحالي ودايما وحشتوني بجانب وحضرتك حيلا ودايما يا رب يكون وشينا دايما كده حلو عادي الأهلي وطولة جاية إن شاء الله غالي عالينا كده بس عن أداء المنتخب بالأمس أنا عايزة أسأل ده بالإضافة لقصة هنا يعني إمتى هنلاقي تشكيل بقى بتاع منتخبنا هو هقولك عن حاجة إحنا بقاند كتير قوي من سنة 2019 المنتخب ده ما تجمعش في في معسكر أو على طول كان تحت الطلب من خلال المتشاط المحلية أو المتشاط الإفريقية الدولية اللي بالعبى النادي الأهلي أو المسابقات الدولية اللي بالعبى النادي الأهلي على صعيد إن هو اللي بيمثل مصر دايما في بطولة العالم الأهلي كل الحاجات دي هو بطل أفريقيا فدي كان بتبقى بمثابة استراكات قوية جدا لكن المنتخب ليس كله النادي الأهلي آه يمكن تمانية من النادي الأهلي القوام الأساسي النادي الأهلي دايما كما إحنا متعودين يعني إنما آه مدارب جديد رؤية جديدة نافذة على بطولة الدوري بس ما عندهوش غير كده من المتفرج تديهات حاجات بتتحضره هو بيسعى لعناس معينة توسم في ناس في الدوري كانوا في حالة جيدة زي مروان حمدي كده شافه ومؤمن إن هو يقدر يسد في الحتة دي جنبه مصطفى محمد رغم الانتقادات اللي بيتعرض لها بسبب مروان يعني في مداربين يقولك أنا عندي رؤية في اللعيب ده يعني واعد أفضل تديره كتير تحت الضغط وتحت وتحتاج most الشично المنطقة ببني هكذا المنتخبات مرتل مغرب التطوخ وитай للمحظة المبارات أصيب الكاس عالم وعندك كاس عالم الفيجن والرؤية بتاعة الراجل ده أحترمها جداً ولو أنا جيت مكانه عايز ألعب وأكسب بالمنتخب بدون محمد صلاح وديه عملية صعبة جداً إن كنتي لقدر لا لا وصلاح جراله عاجل لازم يبقى جاهز جاهز بزيزو جاهز مصطفى محمد مصطفات حتة نادي تلعب في الحتة دي في المكان ناحية اليمين ده وديهم عندي واحد واثنين وثلاثة اللي هم وداسوا بقى مش حاجة يقولهم ايه تعالوا تعالوا لعب المهار ده وهم يقوش في الخيال الخيال بتاعهم إن محمد صلاح حاجز آه حاجز كل حاجات نحتى عبت العالم فتريزجيه جاي مرموش حيكون جاي إصابات بقى هي اللي بتحدد لك الرايح جاي ريسا بنتكلم في حمد فتحي فعلاً شوفت حمل فتحي شوفت صلاحي عامل ازاي لما قرى الصلاحي في حياتي بادة الجمال وهذه المسئولية ها لا هذين مسئولية الاتشارة دي هو عارف قيمتها كويس أوس فبيلعب على الأساس ده متحمل كل المباراة متحمل كل حاجة ففي روح كمان بتخليك زيادة ويبيبس الروح في ناس انت متعرفهاش احمد رفعت اه طبعاً كان المفاجأة حلوة ليه احنا يسايبين احمد رفعت والجمال بتاع احمد رفعت والأداة بتاع احمد رفعت والنتيجة بتاع احمد رفعت ومسكين في ناس تانية ليه احنا عايزين نعم الترندات على ان الرجل ده بيخرج عن المعتاد او المألوف زي ما انت اتفضلت قلت يعني ما تسيل الناس يشتغل يعني انا انا كشريف هتلايني قاعد بحط تيم انا انا اللي بحط اقول لان انا دلعب محمد شريف ومصطفى محمد ومحمد صلاح تحتيهم عفشة وحمدي فتحي والسولاية كويس والارباع اللي ورا بيحارس المرمو اللي هم كانوا في توكيو هتلاقيهم هم هم شناوي اكرم احمد حجازي الوينش اه الباكليفت بتاع الزمالك اه اللي لعب مبارا اه انا كبيرت دايما اه هبدا اه هبدا اه هبدا لا يفتل مش نائم يعني اللي اعتاد يقول لان باكليفت بتعمل يعني انا يعني دول اللي كانوا بلعبوا في توكيو مع شاوي غريب ودول اللي كانوا اه قامل رئيسي دول ما تغيروش بقالهم سنة ما تغيروش هو برضو بالمناسبة على ذكر محمد صلاح تلاح انا احذكر يعني ذكرت اسمه برضو في انتقاد ماشي به ثابت وبنسمعه في كتير من الاحيان يقول ان محمد صلاح في ليفر كول وضع مع المتخب وضع تاني ما هو كمان محمد صلاح لو جيه لعب في ارض كتر ما هي الدورة دي كلها اعداد لكسة عالم طبعا احنا شايفين حاجات جميلة جدا صلاح احذبه الاجواء دي احذبه انا مش هستنك كورا لأ حيقدر يلعب وحيقدر يجري وحيقدر لا يا ما جيش اقول له تعالى مناللعب في ليبيا على ارضى اهه ما يتلعبش عليه كورا اصلا بقى لو سلوش اللعيب تلعب部 يعني بقى باشrative يعني بتساعد بيوادياااااااااااااااااااااا أيوة يعني مهما اللعيب تجيب جوابه يعني سأقول لك إنجلترا أرضية الإمارات، أرضية السعودية، أرضية قطر، أرضية غير الأرضيات التي نحن دعينها اللعيبة التي حواليها، اللعيبة جاهزة أو ليس جاهزة كما أنت تقولي، يعني اللعيبة دي جاهزة في المعدة، أو أنت كل يوم تجرب عليها لعيب شكل، يعني باختصار حدق شايف أن محمد صلاح عنده ما يبرر أنه هو أداءه مع المنتخب، ليس بنفس قوة أداءه مع المنتخب، الإجابة أ بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة أ محمد صلاح عنده من السرعة، إنه ينقلك في أي ثانية، وتبقى متفوق، صحيح، مليون في المين، ما عنديش حاجة تانية، مليون في المين، تعاملوا مع الكرة، من واحد واثنين، ويشوت، دي حسب الحالة، حسب اللي بيحصل، يعني بالبلد، يعني لو تمسكت بثلاثة أنا، أو محمد صلاح يتمسك بثلاثة، والدنيا كلها عطى العين عليه، غير يستفيد، طبعا، وإحنا المستفيدين كلنا، ما هو هذا، ما هو هذا، خلينا عيد تروح هناك، خليها، كان عندنا، لا أرحموا بقى مستر هديوكوتي، كان يجي يقول لنا، أنا أخواج، أنا لديها تعبانة، ومصدف عبده متعور، قد تلعبنا لأيه، يقول لي، عشان أنتو، امشي اتنين مرة صح، احنا يكسب، في التسعين ديئة، محمد صلاح يمشي مرة واحدة، صح، فاكل ماتش كونغو اللي احنا روحنا بيكس العالم هنا، مرتين، طحية، مشي مرتين، وتريزيجي مرة، جاب نالتي، وده جاب جوتش، وهي دي كورة، نتائيب، يعني محمد صلاح محتاج اللي يمشيه، لا، محمد صلاح في أي وقت يدري غرخ نتيجة، وده بره وجوه، يعني مش، اه طبعا، نتعايس تقول لي، من الدفاعات العالم كلها، الدفاعات المصرية أقوى منها، لا، يعني، الدفاعات اللي هي الأفريقية، أقوى من دفاعات العالم اللي هو بيلعب فيهم، في بطولة أوروبا، وفي بطولة انجلترا، وفي جميع المحافل اللي هو بيلعب فيها، ده روّق كل دفاعات العالم، عشان الارض تخليه روّق ايحد، صحيح، بيخليك عندك قصة تانية خالي إنه هو مش متخازن لا 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 بحات مش إيقظة لقوله هو متخازن الحقيقة الروح موجودة والوطنية ما فيش مساحة للتشريك فيها بس إحنا في الآخر نرجع ونقول الفرق كبير حتى وإحنا بنتفرج على محمد صلاح في الدور الإنجليزي لا محمد صلاح لكن في الدوقة مع المنتخب هو وظروفه على حسب بقية الناس اللي حواليه عامل ازاي على حسب أرضية الملعب طبعا نحن عندنا بنلم لمنتخب لسه. انت لسه بتكلم معي في كيروش. ده بيأسس. ما هي دي النقطة اللي احنا كلمنا فيها في بداية الفقرة. اللي هي فكرة الانتقاد الدائم لكيروش. فكرة انه مش حامل في يعني فين القائمة الرئيسية للمنتخب. ناس كتير الحلول التي بتقول لك انا مش شايف القائمة الرئيسية. على صعيد التاني زي محضرك ذكرت. وهو انا دلوقتي لسه بشكل القائمة. ودي زي ما بيتقيبه طولة تجريبية. فما فيش استعجال ان انا اروح دلوقتي عشان اسلم القائمة الرئيسية. وارضي مثلا الرأي العام في مصر. يعني هو ما بينتفتش لده بصراحة لو تتفق معايا. ارضاء الجميع صعب يعني. اكيد. وهي مسؤوليته هو. وهو لسه حسب عليها. ولحد دلوقتي الراجل. وصل. وصل في مثل نائسه مباراة على الكاتلاعلم. وصل سميفا أينال ف quarter العرب. لو كسب تونس يبي بيلاعب في فاينال. وédاء نجاز كبير جدا. حققة قدام الجزائر. مباراة كويات جدا. بلعبة جديدة. مش واغدين على barz. حتى لسه. يعني النهاردة يجي واحد يلعب عشر دقايق ويقولك أحسن لعيب وإزاي ناس ده مالك مشاه وإزاي ناس ده مالك حيشتريه دي ترندات لناس عايزة تلعب اللعبة دي إنما المطشي اللي بعده هيعمل ايه أو المستعبل بعد كده شاكره فين طيب الراجل شافه وجابه من غير ما أنت تشوفه ما دي تحسب للراجل هي تحسب ليه بس برضو فيه انتقادات كتيرة برضو ممكن تكون غير مبررة يعني احنا نشوفه انتقادات حقية وفكرة كمان تغيير المراكز بتاعة اللعيبة وفكرة ان انت محمد شريف ايه اللي بيحصل معاه ده يا جماعة ما احنا قلنا كذا مرة هو ما بيلعبش جناح طب ماشي انت حطيت فتوح دلوقتي جناح هو أبدع لو هيكت بتكلم عن فتوح تقريبا برضو لما كنت بتسأل فيعني لسه الناس مش راضية عن فتوح كماعة او ضد مش دي النقطة بس لسه في ناس مش راضي عن الشكل النهائي للمتخب المصري انا بحس برضو يعني كمشاهد يعني ان هو بياخد اخر حاجة محمد شريف كان اخر حاجة ايه حمدي كان اخر حاجة ايه مصطفى فاتحي اخر حاجة ايه برضو بيحاول يعمل وفي ناس بتوح تتكلم معه برضو عاديين يشوفوا زيزو اه فاول ما تحط عنصر جديد ما كانش موجود ممكن يوقف لك الحكاية وبعدين يجي تلاقي زيزو فين ناحية الشمال زيزو دا ما بلعبش ناحية الشمال بلا من ناحية اليمين اما هاف ريت من ناحية دي او جناح طيب اما بك ريت ففي حاجات بتحصل بتحصل لك في الماتش فيها عدم توفيق ان انا اتكيف اتكيف في الحتة دي مع الناس اللي حوالي هو متوقع الى حد كبير كانت الشريف برضو يعني انت عارف ان اللعيب الفلاني بيبدع في اليمين ما تخطوش بقى الشباك والعكس رجعه هو الولد الولد رجع الوحده بالزبط كده بحكمة يعني العادة يعني ده اللي عايز اقولك ان فيه خطوات شبه معروف اولا كان عاجل اول مرة لعبت مع نادلالي ماتش في افريقيا انا اول ماتش في حياتي مع الدرجة الاولى لعبوني كبازل جابت المصفى عبدو كان متعور لعبوني تاني تايم كده ناحية اليمين قعدت ربع ساعة ما بس ده مش كور اصلا اول ما اقلت الناحية بتاعت ناحية الشمال رحت جايب بوك دي انا عملتها الوحدي في ساعات بيبقى لسه وبعد كده بيتأدي ناحية اليمين كويس اول بيتبقى لسه عليك الحكاية او انت نفسين مش متقبلة ليه انا ملعبش في مكاني ليه انا مش عارف ايه وبعدين الظروف كمان انا كاكوتش حكماني ان انا لازم اقدي كبه لازم اعمل كبه احنا كلنا عادين يقوله هو هيغير مين معندوش حد وهي التغيرات اصلا هي الناس كلها بتبقى قدم ركزة على التغيرات والتغيرات هي اللي كسبتك الراجل اللي نزله المال فاتس صغير اللي كان عندنا في الاهلي وراح ورجع انت ممكن يكون عندك لعيب ويروح زي الشناء وكذا ويروح ويلعب ويرجع عليك تاني يبقى احسن حارس في النادي افريقيا واحسن حارس في اعارة يعني يروح يلعب بعيد عنك ويرجع تاني دي الكرة هي دي الكرة لو حنشتغل بشكل احترافي لازم يعني نستوعب ونقبل اي شكل ونوباديس بيرفكت في العالم مفيش حد في الكمال للعالم واحده والادارات والشكل اللي بيبقى موجود يعني موروسات لكل واحد بيسلم وبنتعلم يا كريم من اخطاءنا اللي قبل كذا يعني مش هو الهاجب طبع كلام نطيخي جدا بس الواحد برضو ايه يصعب عليه احنا برضو عهدنا بمتخب مصر في عصور وازمين انا اعجب من الراجل ده كريم احنا مش بنشكك في جودته على فكرة بس احنا بنتكلم على شكل عام في حد ادنى من الترضية للمشاهدين وهم اللي قاعدين بيتفرجوا برضو عندهم حد ادنى من الثقة في المنتخب اللي فرق يعني يجوا هم يحطوا بقى فرقة وشغلونا الفترة الجاية دي ويدخلونا كسعالم يعني حذر شايفت المنتخب الحالي بنفس قوة منتخب مصر مثلا من سبع ثمان سنين مستقبل احسن مستقبل احسن مستقبل احسن ليه؟ لان انت لو ما فكرتش انك تعتمن على من سن تلاتة وعشرين لستة وعشرين سنة سبع وعشرين سنة ومنتخبك لو لسه هتدور على عبدالله السعيد يا كود لانتخبت يعني انتخبت رجل فعلا نحنا خمس تلاف سنة عدارة يعني انت بترجع مش بتطلع اللي اسم هتولد حد جنب أفشا يكون في المكان ده وايه البهار اللي فيه ما شاء الله الله هو أكبر السولية ده مش هزر رجل يعني المسؤولية فالتضحي انا وانا بتفرج انا عيني غير عين اي حد ان السولية ده بتاع مسئولية بتاع مسئولية يعني قائد ومسئولية وبيتزح لأقوى انا مشوفتوش بيلعب الكلام ده غير انه بقى عنده حس داخل الملعب حيبقى في البطولات اللي اهلي ملعبش غير على البطولات يعني مزروع مع السولية يعني عنده تحدي نفسي مع نفسه في كل مباراة ممنوعة عادل الروح دي بست في المنتخب اعين زي واحد مبارح على الجنب يقول لي هلعب محمد شريف اه قال لي طب فين افشة بقى طب ليه افشة بقى قال لي عشاء ام المين حيشغل محمد شريف الله وفعلا لو تبص في الملعب كده قلت له لا 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 احنا بينا كلنا اي بقى انت عاشك الشعب كله بيحط تشكيلة ده خلاص بقى هتتكلم مع مين ولا مين مع مين يعني كل واحد عارف الشيء لدوم الشيء طبع كمان ودي حاجة حضرية جدا انك انت وانت قابل بتتفرج بتبقى عندك الشكل ده من الدعم ما 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 بحبش نبقى عندك اجهزة شغالة في بناية بناء فريق وانت تقول طب طب احنا عندنا مين ما احنا لاب نلعب احنا نكمل بعد الفاصل بقى اه يلا بينا هيمشونا كلنا فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضرات اهلا بحضراتكم عوضة من جديد لفقرات الحوارية اللي منشرفنا من خلالها جابت من شريف عبد المرعي من نجم النادي الاهلي السابق واللي منتكلم معك كثير من الملفات الحقيقة بس طبعا يعني اتكلمنا الوقت الاطول غادي الوقتي على المنتخب نروح بقى شوية للنادي الاهلي وممكن نرجع تاني للمنتخب حنروح ونيجي كده معك خلاص منت المنتخب خات كده كده زي تقول بش على الاهلي الاهلي طبعا يعني عنده تحديات قوية جدا الفترة ما بين لعبته المشاركين في كأس العرب وما بين مشاركة النادي الاهلي في الامم الافريقية ثم عودة للدولة ثم المباراة المفاصلة المؤهلة يعني في معترك شديد ملفات اه شايف ان الوضع هيبعمل ازاي في ظل الضغطة دي كلها وتالي بنرجع من قول تضارب الموعيد بين البطولات اللي بيشارك فيها لعبة النادي الاهلي شايف الملف ده ازاي تضافر الايدة كلها مع الجهاز الفني يعني اه الناس كتير قوي بعتالي بين كابت الخطيب عمل ناس بقى في الكورة زي كابتل خسام غالي اه الناس لحد دلوقتي كابت الخطيب لازم يكون مع الفرقة في كل حده كابت الخطيب بيدي داعم جدا للفرقة فده دعم برضو من الشكل من الاشكال اللي بتبقى جنب اللعيبة وبتطمنها اللعيبة نفسها ديك شفت انت عندك تمان لعيبة متعورين لازم نعمل تدعيم للرجل يشتغل الراجل يفكر الراجل هو المسؤول عندنا مسلماني لازم نقف جمع كلنا نقف جمع وبردو نرجع الكمال لله واحد يعني مش كل حاجة ادي عمل مباراة حبية لازم يشوف الدنيا فيها يوم قوية مع فرقة قوية ومش عنده اقول ان كان المباراة فيها اجريسيف يعني او فيها لا مباراة قوية انت حتقابلها في قطر قدام الرجاء يعني مش حاجات كتير او مطلوبة تدعيمات مطلوبة جدا ان احنا نسيب الناس يشتغل لو في اي حد بعمل دستورش عليك او بيلغوش بها زي ما بيقوله كده انا مش عايز الكل يتدخل في ما لا يعنيه ده مسئولية ناس معينة جاز فاني يشتغل نساعده كلنا بكل قوتنا من كل الاجهزة اللي موجودة في المؤسسة هو ده النجاح هو ده اللي انت بتبحث فيه عن ان شاء الله في بداية عهد جديد للمجلس الجديد ده بتبقى فيه بطولة ان شاء الله تبقى موجودة باذن الله ودي حاجة مهمة جدا مع كم البطولات التانية في جميع اللعبات يعني فدنيا ماشية فكلنا نبقى بصين للنادي العلي زي ما احنا اتكلمنا في الاول هو الوجهة الجميلة جدا اللي بتعمل بهجة وبتعمل صدوره بتحقق بطولات فالناس كلها اللي موجودة في المؤسسة بتلعب على كده وانتو اولنات يعني اشكرك بالله مش راد عزيزة لا اسكتون شريف فعلا يعني مش عايزين ان احنا نسمع تايري اللي اسمعناها بكده من يعني مبررات في الموسم اللي فات فكرة هنا الضغط غياب اصابات اصلا عندي لعيبة دولية برضو مضغوطة جامد ده هتبقى مش موجودة حاجات زي كده كلها ربما تكون اكيد يعني مؤثرة ولكن مش عايزين انها تبقى بعد كده معانا في اي اخفاق يحصل لقدر الله يعني نفضلي طول عمرك تسمعي كده هنفضل طول عمرنا نسمع ده ده موضوع كبير هتفضلي طول عمرك تشوفي اصابات هتسمي باشه بررات لمسلا اخفاق هتعمل ايه طيب يعني هتعمل ايه واحنا مش كنا دايما بيقول وبالذات الفترة الاخيرة ان النادي الاهلي قوام ومكتمل وعندك كل لعيب في ملكة في بداية العيب بقى العيب ما شاء الله يعني يعني شاف ان احنا تحسدنا لا والله عادي جدا انك تتحسد يعني ايهو عملنا كربعة خمس ست سبعة لعيبة وثلاثة في المنتخب وهنا خمسة الله ثمان لعيبة وتيجي تقول لي اصل القواء انا جمدير فاني عامل ايه يعني ان شاء الله يعني غياب اللعيبة عماجل صبح او بازمع في الراديو ان احمد عبدالقادر عنده في الضمة ومش عارف ايه ولعيبة متولي مش عارف يرجع تاني بقى له ما لعيبش عشر مطشاط في حياته مع النادي لاني مساعة ما جاء ولعيبة تروح المنتخب اللي يجيله في الموضة دخط نفسي على اللعيب طبع وبيحالف بطولة هنا وحالف المنتخبات ويخش جوال منتخب ويرجع من المنتخب وضغوط نفسية على اللعيبة كلها ده غير السوشال ميديا اللي تعملك كده في ثانية زي ونطيلك تريند وهوب لو بصيت بصة غلط او نتيجة الموتشي تلعت كربية تدفع تمانها انت انت مين انت الهد انت اللي باين في الحكاية يعني على طول تلاقي اي حدا تحصل يجيبه سيرة شريف وافشا في حد تاني بنسمع عنه تكلموا عن حد تاني انا مش مش شايف حد تاني هو الجماهير اختلف بيحملوه مسئولية المنتخب ده او بيخام طبيعة المشجع المصري اختلفت عن زماني نتيجة المستجدات والتكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعي يعني كان زمان يعني اقولها لك بالبلد كان فيه زمان دايما رأي شبه ثابت للناس في كل اللعيب على حد ودايما اللعيب مش بيخزلهم ولا بيغير رأيهم فيه لكن دلوتي على حد تعبير حضرتك ممكن تلاقي الجميل كلها رفع بلعيب معين سامع سابع سامع ولو الماتش اللي بعديها الأداء نص كوم يقولك ده ايه ده ده ضايع اساسي ما كان برينس مبارح النهاردة بقى ضايع اما الاعلام هو اللي بيخليه لك تريند ما يلعاب لعشر دقايق وبص بصتين كويسين ومعفشين وبكرة الصبح يبقى تريند المصلح يتمين يعني انا معرفش هناك كبان ده مان بقى كان فيه كوتشات كوتش يصر ان اللعيب ده يبقى موجود وفيه حاجة اسماء كهم اساسي الحداشر دول هما الاساسيين واللي عندين بره قوية جدا واسماء عملوا لجئ يعني عملوا تاريخ بس كان كله عارف ان ده اربعين دقيقة ده ستين دقيقة ده يبتدي لازم لانه عنده ثقة انه ما يخلص المباراة يعني كان لازم نخلص المباراة في اول عشرة دقيقة مش احنا النادي الاهلي بس اي فرقة كانت في مصر الزمان يعني بس كان فيه كوتشات عندهم المفهوم ده وعندهم المبدأ ده والناس مكانتش تعرف حاجة غير اللي بيقدموه اللعيبة في الملعب انا اقدر اقولك ان زمان كانت حاج اسكندرية فيه اثنين ثلاثة في المنتخب المنصورة خمسة خد بالك اه كل منتخبات مصر المحلة اربعة وفيه وقت من الوقت محلة كانت منتخب مصر كلها كل الفرق دي كانت بتردم لمصلحة مصر طبع اهلي والزمالك تلاقي الهد اللي هم فيهم هم هم الخطيب ومصطفى عبده وطار الشيخ ومختار ده غير الديفنس بتاع الاهلي كان هو كله بيخش عليهم بدير بقى وسطوحي في الجول والجوال كان عندك قاعدة فضيعة بقيت الناس ساتسفايت طبع الناس متجبعة الناس ما عندهش مشكلة في الفراودة قدام ده لو فلان وقع هنلاقي حمد نوح والببلي والجارم وعندنا اسماق كنت تحت تفرج عليها كده حتى وانا بلعب قدامه كنت احبت تفرج عليهم فا يعني دلوقتي اخر كلمة الناس بقت عارفة كل حالة عارفة ده باكل ايه باشرب ايه باخد كام ب Margines بيديره الدنيا عاملت ازاي تفهمتنى ازاي وكله عايز عياله لعبة كرة فكله شايف عياله احسن لعبة كرة في العالم وكل واحد عايزه بفورة الدور من حق مشروع. اني انا شوف ابني. بس انا شوف السكة اللي عشان تطلع منها. فيه تعب وفيه اسرار وفيه الاعلان اللي بيعام له محمد صلاح دان وهو صغير كان بيجري وبيعمل. من اجمل الحاجات اللي انا بشوفها في السيرة الذاتية لاي حد. انك انت ما بتروحش كده. ما بتجيش معك كده. صحيح. لا احنا عندنا بنشوف قطاع الناشئين ده انا بسمع قصص يعني بيسافروا محافظات كل يوم ويرجعوا لشان التدريب وحاجات. لا يعني احتكاك وعشان يتبني. زي ما بتقول لها عشان ابنيه عشان يبني نفسه. فهي مراحل لازم حدي فيها عشان يعني عندي خبرات كبيرة قوي قادر اخدم هنا او هنا او هنا او هنا وفي الاخر كله مصلحة البلد. طب صحيح. طب لو احنا اتكلمنا وقاررنا شوية لو تسمح يعني. ومنتظ صراح. يعني قارر لي كده بين مش هقول بس منتخب بين اللاعيبة بتوعنا وبعضها. يعني بتشوف مين لحد دلوقتي الافضل في منتخب مصر مش مهمة في الاهل. في منتخب مصر لاعب الافضل حاليا. ومي من وجهة نظرك برضو كبتن شريف بصراحة ليس الافضل وكان متوقع منه افضل من كده. انا ده المنتخب بتاع توكي وبتاع شاوي غريب ده. انا كنت شايف ان احنا لازم نهتم بيه جميعا. يعني كل العيبة اللي كانت موجودة دي لازم يحشر عليهم تسليط الضوء والتركيز عليهم ونديهم كتير جدا. الفرقة دي انا خلاص يعني بعد ما الخبرات حصلت انا شايف ان الولاد اللي بيجروا في الملعب كتير كرة بجالهم كتير اوه في رجليه. اقداروا ينفذوا. زي ماتش الجزائر. الجزائر وقت منك انك واقف على رجليك في الملعب. واقف على رجليك يعني مش واحد عنده 36 سنة واحد عنده 38 سنة واحد عنده 34 سنة واه اه نجم وعنده كهرة وكل حاجة. بس مش قد بتوع. اللي عمل البزني. مش قد العمل البزني بتاع الجزائر ولا عد تصرفات الجزائر ولا قد فرز الجزائر. جزائر عنده مستوى تاني تحفة. يعني وقفين على رجليهم كاس قوي وعايدين يلعبوا وعايدين يثبتوا كل حاجة. فالمغرب نمس الشيء. ما جاوبتنياش. عليها. السؤالي. انا جاوبت بس انت. انا جاوبت بس انت. انا جاوبت ما عجبتكيش. الفرقة. الفرقة بتاع تشوي غريب دي. لأ انا دلوقتي اديني اسم. انا عايزة اسم. هو رمضان صبح يد راح فين. ناس كتير سألت السؤال ده. ناس كتير سألت السؤال ده. ده نص السؤال ده نص السؤال اللي عيد كان مفرودي وموجود ومش موجود. راح فين بفكر ازاي. ده مش بقرة تدق قدام. غريبة فعلا. فعلا غريبة. العيب في الحتة دي بيعرف يوصلك في ثانية. طبعا. ويهجم على اي تفنس ويهز اي تفع. فلازم يبقى من احد اللعيبة اللي انت مسأني عنها يعني. اه. حسام حسن بتاعنا. انا احنا جايبينه من سموك. لازم يشتغل جامده على نفسه. يعني ده في الحتة دي خطر جدا العيدة. اديكش شايف مروان. ما عندكش حتة انت تبينها. خليك في المنطقة دي برضو جنب مروان وجنب محمد وصفة محمد. والمفروض انه عندي. انا شايف كوكا ومروان الحمدي كوبي يعني. كوبي بيز شخصية واحدة قدامي. لما انت يا حسام ما تفكر في المسلمان يحطك على طول التالي مش هياخد اللي بدأ يلعب. صح. طبعا. فاجبر اللي قدامك. صح. فانا اللي هو عدلك اللعيبة اللي موجودة في مصر انها تبقى موجودة في المتخبات. هو بيرجع للعيب نفسه. صح. الراجل وعمل عليه. بقى نافذة على الدولي. وبياخد ناس احنا منسمعش عمل. رجل جاب جول مبارح ته. انا عارف انه ابننا في الاهل وراح واجه او ايه. بس ان انا شوفه بيخش جول تمنتاشر. طبعا. وبيعمل وبيشغل وبتعمل ببداية بداية جدا جدا. يعني. طبعا. فعادي اللعيبة كلاته بقى كده. يعني. ده جاء. لا رد حلو على خبرات جات. رد كويس جدا. بس انا قلتلك برضو الفرقة بتاعة شو الغريب دي ايه. هم بيلعبوا هم اه الخامسة ورق. باضافة الفتوح اننا كنا. طبعا. وعلى كل حال هو كده كده ان شاء الله للحديث بقية لان احنا خلاص للاسف. انا بستمتع بيكو والله. رب انا مكنش كليل عليكم. لا بالعكس انت بتساعدنا وتطورنا. اشكرك على وجود. والله انورتنا بجد ونشوفك في النادي بقى. شوفك في النادي ان شاء الله. اه انا واندي. فريق الشامس. شخص عزيز علينا كلها. شوفك على رحية كبير. اطول بتدعمينا في كل حيط. لا والله انطول يتشرفونا والله الجد. فضل فان. انت شايفة كده. يلا. يلا. نشوفكوا على خير بكرا ان شاء الله قبل الوقت اكتعقيني يتجدل لطائنا وحلقة جديدة وارشة صفحة الاني الصباح اشتركوا في القناة.